بين ولائه لإيران والتماشي مع التوجه الأمريكي يمشي رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظم متوجس الخطى على حبل يزداد توتراً كلما ساءت العلاقة بين المتصارعين على أرض العراق علاقة الكاظم مع ميليشيات إيران شابه الكثير من التوتر والمواجهات منذ تسلمه رئاسة الحكومة وصلت ضروتها مع عملية الدورة التي رضخ فيها الكاظم لميليشيا حزب الله بعد أن صعدت من تهديداتها لتضطر قوات مكافحة الإرهاب إلى إطلاق صراح عناصر الميليشيا الذين اعتقلتهم وبحوزتهم اعتدت وصواريخ كاتيوشا تستخدم لضرب المنطقة الخضراء الأمر ذاته تكرر مع المداهمة التي وقعت في البصرة عندما ألقت قوات الأمن القبض على أعضاء ميليشيا فأر الله المتهمة بإطلاق النار على المتظاهرين لكن الشرطة أعلنت لاحقا إطلاق صراحهم وإعادة افتتاح مقر الميليشيا وها هي عملية توقيف القيادي في ميليشيا العصائب حسام الإزيرجاوي المتهم بإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء تعيد رسم نفس السيناريو على الرغم من التحدي الذي أطلقه الكاظمي بخوض مواجهة حاسمة حفاظا على هيبة الدولة من الخارجين على القانون وكبح السلاح المنفلت كما ذكر ذلك مرارا في تصريحاته فشل التحركات الكاظمي تجاه الميليشيات الولائية أظهر بحسب مسؤولين وسياسيين محدودية سلطاته في مواجهة تلك الفصائل كما أن رضوخه للتهديدات عند اعتقال أي من عناصر هذه الميليشيا أو تلك سيدفع العراقيون ثمنه من أمنهم وسيزيد من مظاهر الاستقواء على القانون والدولة لا سيما وسط حالة الهيجان الاستعراضي الذي تعيشه الميليشيات مع اقتراب الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وبينما يحمل مسؤولون أمريكيون إيران مسؤولية الهجمات التي تتعرض لها السفارة الأمريكية وبعثات غربية أخرى بشكل متواصل تبدو لعبة شد الحبل بين واشنطن وطهران مستمرة على حساب استقرار العراق ويبدو معها الكاظمي مضطرا للعب على الحبلين الذين سيلتف أحدهما يوما على عنقه إذا اختار أن يأخذ فيه طرف العصى ويغادر المنطقة الرمادية التي تتحرك بها حكومته